السلام عليكم ورحمة الله أتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال كما قد تلاحظوا اليوم أشارك معكم كيكة الجزار اللي كتجي جيد جيد رائعة كتجي بنينة بزاف بسيطة وسهلة في تحضير ديالها مع الكريم اللي كيوتيه هاد الأنواع ديال الكيكة بالنسبة للناس اللي كيبغيوا هاد الأنواع ديال الكيكة كيك الجزار غدي تعجبهم إن شاء الله بزاف كتجي بنينة وسهلة في التحضير والمكونات ديالها بسيطة غدي ندوزوا إن شاء الله للطريقة والمكونات بالنسبة للمكونات ديالها ديال الكيكة غدي نحتاج أول حاجة الجزار محكوك في الجيهة رقيقة في الحكاكة كتحكوه رقيق ملء أحسن عندي هنا 500 جرام غدي نحتاج الدقيق عندي 325 جرام ديال الدقيق غدي نحتاج ربعات لحبات ديال البيض على حرارة الغرفة غا نحتاج لمية وتسعين جرام ديال السكوار تقدروا دي روحت الميتين جرام نسبة لهاد الأنواع ديال الكيكة كي يكون فيهم السكوار بزاف أنا حاولت ما أمكان نقص الكيميات السكوار إلا درسوا هد الكيميات أنا ما غدي كومش حلوة مية وتسعين ما يعادل تقريبا جوج كيسا ما عامرينش غدي نحتاج هنا عندي المكسرات هنا عندي القرقاع 100 جرام مطحون ولكن فيه شوية يعني ما مطحونش مزيان تجي فيه ديك القرمش هزوين على ما تحناش مزيان تقدروا تعوضوه باللوز ولا البندق اللي هو النوازات أو هزل نوس تقدروا ديروا اللوز ديروا القرقاع على حسب اللي تحبون تومها غدي نحتاج الجوج مع القصار ديال كاكاو مع القاة صغيرة ديالقرفة عندي الخمرة الكيميوية 15 جرام غدي نحتاج للزيت 180 ميلي لتر كاس وربع وغدي نحتاج للفاني بنسبة للفاني يمكنكم تستعملوا الفانيلا ديال السكوار أو لا كديروا هات الفانيلا السائلة الى متوفرها عندكم والكاكاو هو الكاكاو اللي كنديروا به الحلويات الكاكاو المر مش الكاكاو الحلو وبنسبة الخمرة عندي هنا الساشية مايو عادل 15 جرام يمكنكم تديروا جوج مع القصار هنا اول حاجة كندير البد كنتربوه مزيان مع السكوار كنخليه كيتطرب واحد لمدة ديال تقريبا خمسة دقايق حتى كيتبدل اللون ديالو كيرجع كريمي وكيتبدل اللون ديالو هاد الطريقة يعني كتكون زوينة لكيك باش كي يجينا الكيك خفيف لما صبرتوش تخليه خمسة دقايق ثلاثة دقايق مهم يطرب البيض مزيان بعد ما اطرب البيض غضي نضيف الزيت بالنسبة لزيت كيما كتلاحظوا عندي هنا كأس وربع كأس عامر من الكيسان ديالات غضي نضيف الزيت وغضي نخلط شوية ما نحتاجوش هنا نطربه بزاف بعد ما نضيف الزيت نخلط نضيفه دقيق بنسبة لدقيق نوش في كلهم غضي نغرب لهم من الأحسن يتغرب لكل شي نيا غضي نوضع الدقيق غنضيف الكاكاو والخمارة والقرفة القرفة عندي معلقة صغيرة كاكاوجوج معلقة صغيرة من الكاكا والمر هنضير واحد معلقة الفاني كيما قلت لكم إذا لم عندكم هذه الفاني السائلة كتضيف الفاني العادية كتضيف ها مع البيض في الأول مع السكر وغضي نضيف النوش في كلهم هنا وغنطرب بمزيال هنا وغنضيف القرقع والجزار وبالنسبة لهذه المرحلة سنخلطوه غير بالمعلقة لا يحتاج هنا الطراب غيب هالطريقة كبقا نهزم تحت الفق في الخالي تحت يجنس للمقادير مزيان هنا واحد الإضافة نسيت ما قلتها لكم هو الزبيب بالنسبة لك يبغي الزبيب يقدر يدير 1-50 قرام يعطي منظر جيد وصراحة يجي لدي كان اللي ما يعجب الزبيب هنا بالنسبة لها أنا صغير واحد شوية غيش يحب يعطوه حتى المنظر يجي زوين في الكيك فاش يتقطع اللي ما يبغي يستغنى عنه ماشي ضروري صفي هنا غضي نضيف الزبيب غضي نخلط هم مزيان حتى يتخلي في الخليط كله وغضي ندخل الكيك بالنسبة للحرارة الفرن سخنته على 180 درجة هنا بالنسبة لها الكيك حيت كبير شوية غضي ياخد معنا تقريبا 50 حتى 60 دقيقة ولكن الحرارة يعني متوسطة على 180 درجة خديت هنا واحد المول اللي في 26 سنتيم دهنت الجوانيب بالزبدة وفرش له الورق ديال الطبخ غضي نفرغ فيه الخليط ديالي وغن ندخل لك العفو الفرون الفرن كيما قتلكم البنات المدة كي ياخد شوية دلوقت لان هنا الكيك كبير تقدروا تقسمو ها الكيك على جوج إلا بغيتوا تدير لجوج ديال مول ولكن تدير مول صغير لان عالي تقدروا تقسمو هاد الكيك الخالي تقسموها على جوج وطيبوه مثلا في المول ديال 20 سنتيم تقدرو تقسموه على جوج وفال اخير تقطعوه يجي مربعه لجوج كيما كبير وقد دخلوه للفورن من بعد ما كي وجد الكيك كنخليه كي برد كنقطع له هاد الطبقة الفقنية اللي كجينا شوية عالية هادي كنحيدها ومن بعد غدي نحتاجوها هاد ايرامات ترمش غدي نحتاجوها ان شاء الله لتزين كنوضعها في واحد الوعاء كنحتفظ بها وكنحاول كنقضل الكيك ديالي كنقضلو لوجه ديالو عندي هاد السيكين اللي عندو سنينات سافين بعد ما قديت الكيك من الفوق اللي بنادي كنقسموه في الوسط دائما كان نشوف فين نقطع اولا عاد كنقطع باش يجي ونام قدين تقريبا الطبقة الولا والتانية وسافي بك نقطعو بها الطريقة وبنسبة لهاد الطبقة اللي حيدنا من الفوق ديال الكيك غادي نفتتها بين يدية غادي نستمر بنفس طريقة كيت فتتليم زيان وهنايا غادي نحضره الكريم تشيز هاد الكريم اللي بنت غادي نحتاج الميتين جرام ديال الجوب ان هنا عندي فخيش كيزة جوبن كريمي اي جوبن كتستعمله الوما ما يكونش من هادوك ديال لي ما يكونش فيهم الدهن يعني بحل ديال الرجيم بالاحسن يكون فيه يكون كريم يكون في واحد من نسبة ديال الدهون غادي نحتاج الميتة قرام ديال الزبدة وغادي نحتاج السبعين قرام ديال السكور غلاسي مغربل السكور غلاسي ضروري يتغرب له باش يجيكم هاد الكريم زوينا مجيش في هاد الكوائرات ديال السكور غادي نخدم اول حاجة مزيان نطرب الزبدة والجوبن كيما قد لكم عندي 100 قرام ديال الزبدة على حرارة الغرفة و 200 قرام ديال فخيش كيزة او لجوبن كريمي هنضيف لها 70 قرام ديال السكور غلاسي مغربل خدمت اول حاجة الزبدة والفخيش كيزة طربتهم زيان حتى تجانسوا مع بعض عاد ضفت السكور فش كتضيفو السكور كتخلطو شوية كتطربو شوية وكيكون عندنا الكريم جاهز كيجي زوين بزاف كيواتي هاد الكيكا بالنسبة لسكور هاد الكريم اللي بناتك يجي فيه تقريبا 250 قرام انا حاولت نقص سكور درت 70 قرام يمكن لكم ديرو حتى المئات قرام مهم على حسب الحلاوة اللي كتب اغلبوا بنتمه انا كتفي تغيب 70 قرام جاني الكيك هو هادك مجاش حلو السافي اللي بناتغير كان وجد الكريم كان نعمر به التورتة ديالي في البلاسة يعني ما تحتاجوش تحطوه هي برد ولا شي حاجة كان وخطو الطبقة الاولى كندير عليها تقريبا نص ديال الكيميا ديال الكريم كنخلي شوية باش كنغلف به التورتة من الفوق ومن الجوانب سافي وكن قطف الكريمة بهالطريقة وكندير الطبقات تانية وهنا كناخد الكريمة لتبقات الياه كنغطي بها الكيك كله يعني من الفوق ومن الجوانب كنغلف بها الكيك كنحاول ما امكن هاد البلاسة الفوقانية من مندخلش في هادوك الفتايت ديال الكيك بزاف باش جينا ديك البلاسة الفوقانية تبقى لنا بيضة شوية ومن الجوانب ماشي مشكل الجوانب قد نزينوهم يعني غير تغطاو الفوقاني اللي نحاوله ما امكن نخلو ديك الطبقة شوية نقية آآ صافي اللي بنادت هنا بعد مسالية ما قدش نحتاج ندخلو للتلاجة مباشرة هادين بدان نزين في في الجوانب بالكيك اللي فتتنا كنبقاها كنهز في الكيك بيدية وكان نلسقو آآ في الجوانب ديالكيك ونحاول ما نقيس شقاع الفوقاني غير الجوانب حتى كيتغلفو كلهم بهاد الكيك كنه كنغطيه مزيان ومن بعد ما كان سالي كان حاول نقي آآ نقيها شوية نحيد لهادك نفتيتات ديالكيك وندخلها للتلاجة واحد العشرين دقيقات تنى الساعة كتبرد فاش كتبرد كان وجد واحد ستين جرام ديالشوكولات كندوبها على حمام مائي آآ شوكولات بيضاء وكان ديرها في واحد البوش اللي كتكون تقبضي ولي صغير ورا رقيقة آآ وكان بقا كنمشي آآ خطوط في واحد الاتجاه ومبعد كنمشي في اتجاه آخر كنخلف في الاتجاه يعني حاولوا يجيوكم مربعات او لمو ثلاثة كيجي شكل ديالهم كيعطوها واحد المنظر زوين وحتى المدق صراحة كتجي شوكولات البيضاء كتجي لديدة مع هاد كتجي مواتية هاد المقادير اللي في هاد الكيك آآ هذا هو شكل نهائي كتجي بنينة بزاف وسهلة فتحضير والمنظر ديالها كيش هي كيما كتلاحظون نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم هاد الوصفة كنشكركم على المشاهدة والمتابعة ما تنسوش تخليوا لي لايك لتشجيح وإلا كنتي جديدا معي اشتركي في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد خليتكم في امان لله وانتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد